موسيقى وضباط ورجال قوات المسلحة بألف خير وسعادة ربه دايما موجودين ودايما بيحموا وطنة الغالي نبدأ منين قصة الكفاحة والله نعاوز أقول في البداية وفي الذكرة السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء تحية لكل مقاتل مصر تحية لروح الزعيم البطل محمد أنور السادات بطل الحرب هذا الرجل الذي ظل يعد الأيام بعد ما وقع اتفاقية السلام في تسعة وسبعين قعد يعد حتى يتم تحرير الأرض تبقى للاتفاقية في خمسة وعشرين إبريل الف وتسعمائة نوة وثمانين يعني من ستة وتلاتين سنة ولكن كان القدر والأحداث كانت لها مفاجأة أنه يسقط شهيدا في وسط قواتي وهو يحتفل بالعيد الثامن لحرب أكتوبر المجيدة نعم في وسط جنوده ولكن مصر استمرت في المفاوضات واستطاعت أن تقود حربين الحرب الأولى اللي هي كانت حرب أكتوبر تلاتة وسبعين والتي استمرت ستاشر يوم كانت حرب بالقنابل بالمدفعية بالطيران بالمقاتل اللي كان معجزة حرب أكتوبر تلاتة وسبعين اللي هو المقاتل المصري البطل لكن كانت هناك حرب أخرى هي حرب أعصاب حرب توطر من تسعة وسبعين حتى اتنين وتمانين وإسرائيل تعلم والسادة المشاهدون السادة المشاهدين يعلموا أيضا أنها يعني يهود في التفاوض مراب يريد أن يقتطع جزء من لحم مصر الحي وهي سينا في قعدوا بقى قبل خمسة وعشرين إبريل بدأوا عملوا مستعمرة في سينا تسمى ياميت وكلمة ياميت ده كلمة عبرية معناها على شاطئ البحر وكانوا يريدوا أن تكون هذه المستعمرة أطبر مستوطنة وتكون ميناء على البحر المتوسط ويسكنها ميتين وخمسين ألف ومش عاوزين يخرجوا حتى لا يتم تحرير الأرض كلها حتى أن ثلاث تلاف منهم قبل الانسحاب قبل خمسة وعشرين إبريل عملوا إيه؟ اتمعوا وعملوا مظاهرة وقالوا أننا سنقوم بانتحار جماعي كل نصف ساعة إذ لم تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن الانسحاب ولكن بالمفاوضات تم قضاء على هذا الانتحار الوهمي نعم وانتصرنا نعم واستطعنا أننا نحر السيناء كلها في خمسة وعشرين إبريل 1982 ما عدا منطقة صغيرة جدا واحد كيلو متر مربع يا طابة عدنا فيها بقى يا أستاذة هند قد إيه سبع سنوات نتطاوت تحكم دولي وهم برضو متمسكين يعني بهذه المنطقة الصغيرة تحت دعوة أن لهم فندق في طابة ولكن التحكم الدولي عاد لمصر آآ آآ طابة في تسعتاشر مارس 1989 بعد سبع سنوات ده بيقول لنا إيه الرسالة بقى لنا عايزة أوجهها للشعب بتاعنا أن الشعب المصري والجيش المصري لا يمكن أن يفرد في أي شب صحيح من قرضي ده رسالة الأول رسالة التانية بقول أن سيناء بتحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصر طبعا المكانة دي إيه اللي عملها صغتها الجغرافية وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد أبنائها ودماء ودماء شهداء إحنا عارفين أن سيناء دائما كانت طريقا للجيوش وساحة للمعارك وكانت طريقا للغزاء ومقبرة لهم نعم إحنا استطعنا إن إحنا نقضي على الغزاء وكانت سيناء هي مقبرة الغزاء وعلشان كده بنقول في هذه الذكرى الستة وتلاتين نحتفل بها إزاي بقى بالتنمية طبعا التنمية اللي الرئيس عبدالفر تاح السيسي يعني هناك متين خمسة وسبعين مليار جنيه للتنمية في سيناء لأن التنمية هي أمن قومي إحنا عندنا العمليات العسكرية بتقضي على الإرهابيين لكن الذي يقضي على الإرهاب هو المية التنمية صحيح إحنا شايفين فيه طرق تشاق في سيناء وعندنا أراجب تستصلح وأبار مياه لتحقيق التنمية الضراعية مصانع الآن وإحنا بنتكلمه والستاذ طارق هناك خمس مصانع تعمل في مجال الرخام والجرانيت والثروة المعدنية لأن سيناء تسمى أرض الفيروس من بيعمل بها وسيعمل بها بعد تطويرها هم أبناء سيناء لازم نحقق فرص عملهم علشان أن ذلك هو الذي سيؤدي إلى استقرار أمن سيناء أنا عايز برضو قبل أن نسيب عملية الحرب على الإرهاب والعملية الشاملة سيناء 2018 لمازالت مستمرة واللي يمكن قال عنها الرئيس أن هتستمر لمدة 3 شهور وهيتم القضاء نهائيا على الإرهاب في سيناء برضو حضرات توجه من ضمن رسائل حضرات توجه رسالة للناس اللي بتعرفش إيه اللي بيحصل في سيناء والحرب القوية جدا للقضاء على بحقيقة يعني ميليشيات وإرهابيين وبيجلنا من يعني من أماكن كلنا عارفين إن هي بتستهد في مصر بشكل مباشر وساحة فتحت أثناء حكم الجماعة الإرهابية لأي إرهابي يقدر إن هو يجي واستوطن في سيناء وهي دي كانت المشكلة كبيرة وزي ما حضرتك بتقول يا أستاذة هند مصر بتحارب المنتخب الدولي للإرهاب بنغة كرة القدر وحققت كأس العالم في القضاء على الإرهاب إزاي الآن في العملية الشاملة سيناء 2018 مصر قضت على القتلة الصلبة للإرهابين في سيناء نابعة صباحا صدر البيان رقم 20 نعم بيان 20 وعايز أقول إن ذلك يعتبر نجاحا للمتحدث العسكري وللإعلام العسكري ولإقدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة نجاح كبير نعم ليه؟ البيانات تصدر سبعة صباحا نعم العشرين بيان طب ليه يعني؟ لا مفيش بما بيتركوش مجال للإشاعات أو الأقويل أو أي حد يقول غير من المصدر العسكري خليني بقى أستعير هذه الجملة من سيات حتى لا يتركوا مجالا من تشار الشائعات التي يطلقها أو تطلقها هذه الجماعات الإرهابية ومن يدعمونهم ويسنادونهم ويتعاطفوا معهم حتى لا تؤثر على سير العملات العسكرية سبعة صباحا البيان النهاردة بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إيه؟ بيقول إن قواتنا المسلحة استطاعت أن تقضي على الكثير من الإرهابيين نعم واتطاعت أن تدمر 438 ملجأ ووكر لهؤلاء الإرهابيين طبعا بيعودوا يختبئوا به بيخزنوا في أسلحتهم حتى أجهزة الاتصال بتبقى موجودة في هذه الملاجئة كما تدمرها تدمرها بإيه؟ قوات قوية لها دور كبير خصفات المدفعية لها دور كبير بعملية التمشيط والمداهمة اللي القوات على الأرض بتقوم بها نعم احنا عندنا يا أستاذ طاري الآن على أرض سيناء ما يقرب من 127 كتيبة نعم على أرض سيناء نعم لتطهيرها بالكامل لتطهير سيناء نعم 127 كتيبة دولة قوته مدئي علشان للسادة المشاهدين 60 ألف مقاتل نعم إن شاء الله 60 ألف مقاتل فيه 3000 عربة مدرعة وعلى عجل نعم دفع طائرات دبابات أنا عاوز أقول في مجال الدبابات القوات المدرعة المصرية هي القوة الثالثة نعم على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تأتي القوى المدرعة المصرية ايه ده؟ نعم لم تكلمنا ده تأرير جولوبر فاير فاور هو اللي بيقول هذا الكلام العملية الشاملة بالإضافة للاستهداف أوقارها أولاي الإرهابيين المهنسين العسكريين وقواتنا المسلحة بتمتلك أحد أجهزة اكتشاف وتبديل العبوات النسفة كان دائما لفترة طويلة تحدث خسائر نتيجة انفجار العبوات النسفة لا فيه أجهزة حديثة استطعنا إن إحنا وفيه كفاءة جندي مصر كمان يعني إلى جانب الأجهزة الحديثة والتجهيز الكبير جدا كفاءة العلم أو التدريش اللي كان بيواجه الدبابة بسدره نعم بسدره نعم يعني عاوز أقول لو سمحتيلي في عجالة بطولة للشعبين عشان يعرفوا مدى الولاء والانتماء للجند المقاتل البطل نعم كان هناك بطل يسمى اللغم البشر كلنا نعلم أن اللغم بيوضع في الأرض وفيه مواد متفجرة عندما تقوم العربات أو الدبابات بالمروفة بتنفجر إحنا جينا في حرب أكتوبر هذه الحرب اللي إحنا استطعنا أن نعبر القناة في ست ساعات ونهزم إسرائيل في ست أيام في العبور ده ما فيش دبابات لأن فيه ساتر طرابي ارتفاعه 22 متر فلازم يعني نحبط ونمنع دبابات العدو إن هي تأثر على القوات اللي تكون بالعبور نعمل إيه فتم إبرار قوات من الصعخة ومعهم أجهزة زي الـ RPG علشان يصدوا الدبابات نعم السلاح خلص الزخيرة خلص يقوم واحد من هؤلاء المقاتلين يضع لغم على ظهر لغم ويسحب لغاية الطريق اللي هتيجوا منه الدبابات ويرقد في الأرض دبابة تمر عليه ينفجر وتنفجر الدبابة وتعطل القول أو الدبابات اللي بعدها وينجح العبور نتيجة هذا الغطولة والتضحية علشان كده احنا في قواتنا مساعدة سميناه اللغم البشري هذا هو الجند المقاتل خليني أقول لحضرتك حيث طبعا حرب أكتوبر وما بعد حرب أكتوبر مليئة بالقصص والرويات والبطولات الفردية والجماعية لقواتنا المسلحة وخليني برضو أقول إن فيه جيل كامل ممكن ما عندوش فكرة عن البطولات اللي تمت أثناء حرب أكتوبر وفيه تقصير من الإعلام والقائمين أيضا على القوى النعمة سواء مسلسلات أو أفلام لهم يقدموا البطولات الفردية والجماعية لقواتنا المسلحة وهنا يجب إن إحنا نتوقف ونقول هؤلاء الرجال وهؤلاء الأفطال يعني ضحفوا بأنفسهم علشان استقرار الوطن وتحرير الوطن إن إحنا نبقى عادين نتكلم بأمن وأمان ومستردين آخر قطعة في سينة واللي هي كانت طابة كل دي مجهود كبير قوي لازم يظهر للنور من خلال أعمال درامية تخلط البطولات هؤلاء الأشخاص وتدي عبرة ومثل الأجيال القادمة نعم أنا طبعا إحنا لازم نشرد البطولات ونعلمها ونديها كده لشبابنا الجديد عشان يعرف آباؤه اللي قاموا بحرب أكتوبر إيه التضحيات التي بدلوها وخلينا أقول لحضرتك إحنا من هنا برضو لما بنعمل القصص الإيجابية والنماذج الإيجابية لأفطالنا في أخوات المسلحة بنواجه حرب تانية بتستهدف شبابنا المخدرات واليأس وعدم القدرة والرؤية المستقبلية للقادل اللي ما هو قادم فلما إحنا نقدم النموذج والقدوة اللي في ظروف حالكة وصعبة الناس قدروا يحققوا نصره يستعيدوا الوطن أنت في مكانك هنا تقدر تعمل طبعا هو لا بد أن فيه دروس للولاء للانتماء للفداء للتضحية كل الأربع شعارات دولة إحنا عندنا شعار في القوات المسلحة اسم قوة عزيمة إيمان لأن مصر انتصلت في حرب أكتوبر 73 عن الجيش الإسرائيلي بالإرادة القوية وبالإيمان بالله والثقة في النصر عنده ثقة علشان كده في هذه الذكرة آآ آآ إن احنا بالنسبة للإعلام اللي حضرتك بتفضلي به يجب على كل وسائل الإعلام إن هي تظهر في أعمال ضرامية وخصوصا إن احنا خلاص كل سنة طيبين رمضان جاي مش عاوزين بقى المسلسلات اللي فيها مناظر مش كويسة وقصص بتحض على العنف لا احنا عاوزين تحض على الولاء والانتماء والبطولة صحيح وإحنا بنتكلم النهاردة يا أستاذ هين عاوز لا يفوتني أن أذكر أن شعب مصر نسيج واحد طبع فقد نال شرف الشهادة في أوائل حرب وأكتوبر 73 العميد شفيق صدر متراج مسيحي وكان قائد أحد الألوية المشاهل الميكانيكية في الجيش الثاني الميداني أول واحد مفيش فرق مبين مسلم ومسيحي ده بيبرهن على أن النسيج الوطني واحد بل أيضا قائد الفرقة 18 مشاهل الميكانيكي الأكبر فرقة كانت في الأنطرة وهي اللي حررت في الأنطرة شار كان اللواء فؤاد عزيز غالي مسيحي وكان وهو بيعبر القناة ويتسلق الساطر والترابي كان فيه مبدأ مش الضابط وراء والعسكري قدامه يطلع بقى واحنا قاعدين هنا عما تحارب لا ده كان هو في الأنطرة القائد الأول الله أكبر الله أكبر وكله بيردد معا هذا الشعار الذي كان بكورة هذه الحربية عندنا يعني سيادة اللواء بالتأكيد يعني كل الرسائل كل الرسائل اللي حضرتك قدمتها وكل لقاء مع سيادتك العزيمة والتضحية والفداء من أبطالنا رجال قوات المسلحة كل التحية والتقدير ليهم وكل سنة وهم بألف خير يا رب وزينا قلت في البداية دايما بيحموا هم درع الوطن وصيفه يعني بنقول إنه هنا في قدوة وهتستمر هذه القدوة والاحتفال بأعياد تحرير سينة في 25 إبريل ده احتفال إن شاء الله هيستمر لإنه ليه عبرة وليه رسالة مهمة جداً تحياتي لسيادتك فنك شكراً فنك شكراً فنك سيادتك طايفاً شكراً لحمة أنا اتشرفت بيكو كل سنة طايمين وحضرتك بساحة شكراً جزيلاً هنطلع فاصل مع كل المشاهدين وهنرجع نتكلم أيضاً على التنمية في سينة واللي بتتم حالياً على أرض الواقع بعدد كبير من المشاريع اللي بتحصل وإحنا بنتكلم مع حضراتكم ويمكن الشعب المصري كله بيستمتع بأجازة عيد تحرير سينة الناس دي شغالة على أرض الواقع بيدوا مجهود متواصل ليل بنهار علشان ينجزوا المشاريع القومية في أوقات محددة بالنسبة لهم علشان تبدأ أيضاً عملية التنمية في السينة صحيح احنا كمان هند النهاردة هنتكلم على أرقام أنا هنتوقف عندها كثيرة يعني يقولوا هذه الأرقام منذ بداية الفكرة لتعمير سينة أرقام أنا بشوفها أن هي مش مهمة بس كمان لكنها كمان بتتحقق وعندنا كمان من ضمن تحقيق هذه الأرقام هو الحفاظ على أهلين في سينة وأن هما يمتلكوا الأرض وأن هما يمتلكوا المشروعات وهم اللي عمروا سينة بأيديهم فإن شاء الله بعد هذا الفاصل هنلتقى بالدكتور كريم علي حسن الباحث الاقتصادي وهنتكلم على التنمية في سينة بالأرقام بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة